السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بأبنائي وطلاب وطالبات العلم في الصف السادس الابتدائي في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في قسم التوحيد ودرسنا اليوم بإذن الله عز وجل بعنوان معنى الشرك معنى الشرك والتوحيد يا أبنائي هو أول الواجبات وأعظم الواجبات التي ينبغي على المسلم أن يحرص على تحقيقها وهذا التحقيق تحقيق بإيمان وقلب صادق في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكذلك بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ولا سبيل إلى الجنة إلا بالتوحيد وتحقيق التوحيد وسوف نقوم بإذن الله عز وجل بمراجعة الدرس السابق ثم سنبدأ في درس معنى الشرك الدرس السابق يا أبنائي الطلاب ماذا كان عنوانه؟ ما عنوان الدرس السابق؟ من يخبرنا؟ من يشارك معنا؟ أيها الأبطال نحن دائما نحرص على المراجعة والاستذكار وهذه هي عادة طالب وطالبة العلم أمثالكم فيحرصون على المراجعة فما هو عنوان الدرس السابق؟ أحسنتم بارك الله فيكم نواقض الإيمان ومنقصاته نواقض الإيمان ومنقصاته أولا نأتي إلى نواقض الإيمان وتسمى نواقض أحسنتم الإسلام أو نواقض التوحيد أحسنتم فإذا قلنا نواقض التوحيد أو نواقض الإسلام أو نواقض الإيمان فهي لي مسمى واحد طيب ما المراد بنواقض الإيمان؟ ما المراد يا أبناء الطلاب؟ أحسنتم هي إما أن تكون اعتقادات وأقوال وأعمال ماذا تفعل؟ أحسنتم تبطل الإيمان وتخرج من الإسلام فإذا كما مر معنا نواقض الإيمان هي اعتقادات وأقوال وأعمال تبطل الإيمان وتخرج من الإسلام مر معنا كذلكم نواقض الإيمان الثلاثة وهي الشرك أحسنتم الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر فإذا هذه نواقض الإيمان يا أبناء الطلاب الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر نأتي الآن إلى ثانيا منقصات الإيمان منقصات الإيمان والمراد بها اعتقادات وأقوال وأعمال تنقص الإيمان ولكنها لا تخرج من الإسلام فهي إما أن تكون اعتقادات وأقوال وأعمال ماذا تفعل؟ هل تبطل؟ لا أحسنتم تنقص الإيمان ولكنها لا تخرج من الإسلام طيب ما هي منقصات الإيمان؟ نحن تعرفنا على نواقض الإيمان وراجعنا كذلك من نواقض الإيمان الثلاثة الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر أما منقصات الإيمان فهي الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر والبدع والذنوب والمعاصي والذنوب والمعاصي فهذه الخمسة هي منقصات الإيمان نعيدها للمراجعة الشرك الأصغر أحسنتم والكفر الأصغر والنفاق الأصغر والبدع والذنوب والمعاصي فهذه الخمسة منقصات الإيمان لماذا يا أبناء الطلاب نتعلم نواقض الإيمان ومنقصاته؟ ما أهمية تعلم نواقض الإيمان ومنقصاته؟ أحسنتم حفظ الدين فنحفظ بذلك الدين الذي هو أغلى ما يملكه المسلم أغلى ما يملكه المسلم هو الدين فخسارة الدين أشد أنواع الخسارة وكذلكم حتى لا نقع وهذه الأهمية الثانية فلا نقع في نواقض الإيمان ومنقصاته وذلكم بتعلم ما هي الأمور التي تنقض الإيمان أو تنقص الإيمان فتأتي هذه الأهمية البالغة حتى لا نقع في نواقض الإيمان ومنقصاته لأن الوقوع فيها يؤدي إلى الكفر أو الذنب العظيم أو الذنب العظيم نأتي الآن إلى معنى الشرك إلى معنى الشرك أولا التمهيد التوحيد أعظم الواجبات كما ذكرنا يا أبناء الطلاب فإن التوحيد أعظم الواجبات وهذا جاء في آيات كثيرة وفي أحاديث كذلك كثيرة فمن الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل فسأله عن ما الأعمال التي تدخل الجنة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأول عمل وأهم عمل ألا وهو تعبد الله ولا تشرك به شيئا فتأتي هنا يا أبناء الطلاب أن التوحيد أعظم الواجبات وكذلك التوحيد هو أعظم ما أمر الله به سبحانه وتعالى فأعظم ما أمر الله به هو التوحيد طيب السؤال ما أعظم المحرمات ها يا أبناء الطلاب ما أعظم المحرمات أحسنتم الشرك إن الشرك لظلم عظيم والله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذن أعظم المحرمات الشرك أعظم المحرمات الشرك وكذلك أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك فنقول أن التوحيد أعظم الواجبات وأعظم المحرمات وأعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه هو أحسنتم الشرك طيب نأتي إلى معنى الشرك ما المقصود بالشرك يا أبناء الطلاب ما المقصود بالشرك هو أحسنتم جعلوا شريك مع الله في الربوبية أو الألوهية أو أسمائه وصفاته أو أسمائه وصفاته فإذن معنى الشرك جعلوا شريك مع الله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته وتعلمون يا أبنائي كما مر معنا في الصف الرابع أن تعريف التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فنفرد الله سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أحسنتم بارك الله فيكم فإذن الشرك ضد التوحيد فالتوحيد فالتوحيد قلنا إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أما الشرك فهو جعل شريك مع الله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أو أسمائه وصفاته فإذن يا أبنائي الشرك ضد التوحيد والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا جاء في آيات أخرى وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْتِرِكُوا بِهِ شَيْئًا فنحقق التوحيد ونحقق شهادة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فهنا يأتي التحقيق بالتوحيد يا أبنائي نحقق هذه الشهادة وشروط هذه الشهادة العظيمة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإذن يا أبنائي معنى الشرك هو جعل شريك مع الله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أحسنتم بارك الله فيكم يا أبنائي وأشكركم على هذا التفاعل الجيد نأتي الآن إلى بعض الأمثلة على الشرك من ذلكم الشرك في الربوبية مثل كما تعلمون يا أبنائي الطلاب مرة معنا في الصف الرابع وأنتم الآن في الصف السادس فينبغي كذلكم أن نقوم بالربط بين تلك المواضيع التي نأخذها الآن في الصف السادس مع الدروس والصفوف السابقة من ذلكم الربوبية مر معنى تعريف الربوبية وهو ماذا؟ ما تعريف توحيد الربوبية؟ هو الإقرار أحسنتم بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه ومدبره فالشرك في الربوبية مثل من يزعم أن من المخلوقين من يدبر الكون مع الله وهذا ينافي التوحيد كما مرى معنى في توحيد الربوبية نقر ونؤمن ونعترف بأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومالكه ومدبره فمن يقول بأن هناك من المخلوقين من يدبر الكون مع الله أو من يخلق مع الله أو من يرزق مع الله أو من يحيي ويميت مع الله فقد وقع في الشرك ماذا في الشرك في الربوبية فهذا أول مثال من أمثلة الشرك وهو الشرك في الربوبية من يزعم أن من المخلوقين من يقوم بتدبير الكون مع الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقول الكافرون علوة كبيرة نأتي الآن إلى الشرك في الألوهية من أمثلة الشرك في الألوهية وقبل ذلك ما هو تعريف الألوهية يا أبناء الطلاب مرة معنا سابقا أحسنتم بارك الله فيكم هو إفراد الله بالعبادة فلا نصرف أي عبادة إلا لله سبحانه وتعالى سواء كانت تلك العبادة قولية أو عملية أو اعتقادية ظاهرة أو باطنة فجميع العبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى فالشرك في الألوهية مثل من يدعو غير الله من يدعو غير الله من يدبح لغير الله من يصلي لغير الله من يسجد لغير الله من يستعين بغير الله فكل ذلك من أمثلة الشرك في الألوهية فإذا من أمثلة الشرك في الألوهية مثل من يدعو غير الله نأتي إلى المثال الثالث الشرك في الأسماء والصفات مثل من يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه فهذا من أمثلة الشرك في الأسماء والصفات والقاعدة كما ذكرنا في الأسماء والصفات ليس كمثله شيء فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فمن قام وقال بأن الله سبحانه وتعالى يشبه المخلوقين فقد وقع في الشرك في الأسماء والصفات وتعلمون يا أبنائي أن الأسماء والصفات وتوحد الأسماء والصفات هو أننا نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وننفي ما نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك نثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وننفي ما نفاه الله عن نفسه فالشرك في الأسماء والصفات مثل من يقول ومن يقوم بالتشبيه الباطل بأن الله سبحانه وتعالى يشبه المخلوقين فهذا قد وقع في الشرك في الأسماء والصفات فنحذر يا أبنائي نحذر أشد الحذر من الشرك ونتمسك بالتوحيد تمسكا قويا صلبا نأتي الآن إلى هذا المقطع التعليمي المفيد فنشاهد المقطع ونكون متابعين ومركزين مع هذا المقطع التعليمي المفيد جاهزون يا أبنائي هيا بنا خطورة الشرك وردت أدلة كثيرة تحرم على المسلم الشرك بالله تعالى لما في ذلك من أثر عظيم على حياة المسلم فما آثار الشرك وما خطورته وما الدليل عليها واحد أن الله لا يغفره قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اثنان إن الشرك يحبط جميع الأعمال أي يبطلها قال الله تعالى وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ورغم ما في الشرك من خطر كبير على المسلم إلا أن الله فتح باب التوبة للمسلم حيث أن من تاب من الشرك قبل موته غفر الله له ذنبه وقبل توبته ويدل على ذلك قوله تعالى قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ طيب يا أبنائي الطلاب بعد أن تابعنا هذا المقطع التعليمي المفيد هنا سؤال وأرجو من الجميع أن يشارك معنا السؤال هو ما معنى الشرك من يشارك معنا يا أبنائي برفع اليد أحسنتم يعجبني هذا التفاعل فإذن ما هو تعرف الشرك هو أحسنتم جعلوا شريك مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أحسنتم السؤال الثاني من يعطيني مثال على الشرك؟ يا أبنائي الطلاب من يعطيني مثال على الشرك؟ نعم برفع اليد أحسنتم الجواب؟ أحسنتم غالب الإجابات صحيحة ومن ذلك من يدعو غير الله فقد وقع في الشرك وفي الختام يا أبنائي الطلاب هذا هو رابط الدرس بقناة تعين بإمكانكم الرجوع عليه والاستفادة من المصادر والإثراءات المتوفرة على هذه المنصة التعليمية المتميزة المتكاملة وإلى الملتقى بإذن الله عز وجل في الحصة القادمة في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر